من توفيق الله علينا أن هذه الأوقاف هي باب من أبواب الخير لمن أراد أن يساهم ويبذل ويكفينا أننا نعرف أن مثل هذه الجمعيات جمعيات موثوقة ومعتمدة ولديها التصاريح ولديها أيضاً الموثوقية من قبل الجهات المختصة من أجل استقبال مثل هذه التبرعات وأيضاً بناء مثل هذه الأوقاف التي ستدر عليهم بالتأكيد لما رأينا هذا الأسهم في مبالغ مختلفة وبالإمكان أنك تدفع لو مبلغ ريال واحد فقط من أجل أنك تساهم في هذا الوقف وتجعلك في كل وقف ثمرة وجهد تقدمة أنا أعجبني أحد الناس لما كان يقول يتكلم عن الأوقاف يقول لما يفتح باب وقف في مساعدة أيتام أساهم لما يفتح باب وقف في دعم أهل القرآن أساهم لما يفتح باب لدعم مثلاً أهل جمعيات البر في جانب آخر دائماً ما يكون له ثمرة وجهد في كثير من القطاعات من أجل أن يكون التنوع عنده في الصدقة من جانب وأيضاً أن تكون ثمراته يانعة في كل جانب نسأل الله تعالى أن يكتب أجر كل من يساهم في دعم إخوانه وأن يتعاون معهم على البر والتقوى دكتور في حديثنا عن الصدقة وأنها من باب التنافس أيضاً وكما يقال أن هذه الأوقاف ستكتمل بإذن الله تعالى من الناس اللي يساهمون وأهل الخير لكن هل أنت من أهل هؤلاء هل أنت من الناس اللي حينضم أو يكتب اسمه من الناس اللي تبرعوا في مثل هالأوقاف بالتأكيد أن هذا أيضاً جانب من الجوانب اللي يحرص الإنسان أن يجعل له ثمر وجود وش ممكن نقول يا شيخ في التعاون والصدقة في مثل هالجمعيات جمعية رفاق على سبيل المثال الأصل هناك تنبيه جاء في بعض الروايات ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يستطيع أن يقف شيئاً إلا وقفها الوقف قضية عظيمة جداً يكفي في الواقف أنه إذا وقف مالاً في جهة أيتام في جهة مساجد ونحن الآن في وقف رفاق جمعية رفاق وهي خاصة بالأيتام الذين قال عنهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا وكافي اليتيم في الجنة كهتين أنت تزاحم الناس الآخرين مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بكفالة اليتيم فلهذا أدعو جميع المشاهدين والمشاهدات أن يجعل لنفسه ولو شيئاً يسير الأسهم موجودة من المئة والخمس مئة والألف ولذلك أحرص إذا لم تستطع ما عندك شيء أحرص على بذلي هذا الوقف أو هذه الجمعية أو تعريف هذه الجمعية للآخرين بعض الناس يقول والله ما عندي أنا مال ما عندي شيء نقول لا بأس أنت علمت أن هناك جمعية خيرية موثوقة موجودة فعليك بالحث عليه والدال على الخير كفاعله فحقيقة أتمنى أن يكون الإنسان له وقف في حياته حتى يعيش حياة طيبة في الدنيا ويوم القيامة سيجد آثار هذا الوقف لأن الوقف يستمر وآثاره وثمرته كما جاء في الصحيحين عندما جاء عمر بن الخطاب قال يا رسول الله إني أصبت أرضاً من خيبر وكذا فماذا تأمرني فيه؟ قال إن شئت حبست الأصلة وتصدقت بالثمر هذا هو الأصل الأصل الوقف أن تحدس الأصلة وتصدق بالثمر فأنا الآن عندما أضع المئة والمئتين والخمسمائة والألف هذه موجودة وهذه الهاثماء وخصوصاً بعض الجمعيات الخيرية وأدعو هذه الجمعية وغيرها من الجمعيات الخيرية أن يستغلوا قضايا الوقف وقضايا الاستثمار لأن الوقف إذا بقي على ما هو عليه ربما يأتي عليه وقت ويضمحل لكن إذا بقي هذا الوقف استثماراً لهذا المشروع مثل مبنى أجر لمدرسة أهلية لشيء وكذا يعود إيجاره وتعود ثماره إلى ما وقفت له وكذلك أنبع على مسألة شرعية في قضايا الوقف لا يجوز للواقف لا يجوز لمن وقف مالاً أن يتصرف فيه القائمون بالوقف في غير ما وقف له دكتور دائماً الخطوة الآن الجميلة في الجهات غير الربحية اللي هي الجمعيات الخيرية الآن يخطون خطوات رائدة في موضوع الوقف في موضوع الاستثمار في موضوعات أو في مواضيع كثيرة جعلت هذه الجمعيات تخطو خطوات كبيرة في الاستثمار وأيضاً في أنهم حتى الآن الجمعيات سابقاً ما كانت تحظى بالحوكمة الآن اللي تعيشها هذه الجمعيات وما فيها من الموثوقية ومن أيضاً أنهم وصلوا لمرحلة أن حتى المتبرع تصل التقارير تصل لديهم الآن طرق مختلفة حتى إيصال الصدقة بطريقة مميزة يعني يستطيع الإنسان أن يهدي لشخص آخر هدية وهذه الهدية عبارة عن سهم في وقف وهذه أيضاً من الخطوات الجميلة التي تتنوع الجمعيات الخيرية في نشرها وفي بذلها عليك بوقف يتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء ترجمة نانسي قنقر